اهلا بكم حلقة جديدة من حلقات الرومنج كنت من فترة عملت حلقة عن موضوع GSM رومنج كول فلو وجاء لي بصراحة اسئلة كثيرة عن فكرة الرومنج ان جنرال مش فكرة بس بنتكلم في التكنيكال سايد بس الفكرة ان جنرال عاملة ازاي وكان بصراحة فيه ناس كثير متلغبطة حتى من بين من الاسئلة اللي جاتلي فقلت كده ابص على شرح بسيط للموضوع وده يقدر بعد كده Based on the generation هيتغير بس المسميات خلينا نشوف الشرح هيمشي ازاي بكل بساطة هناخد مثال الانترناشنال رومنج كول فلو ده موبال يوزر سافر فهو حاليا في الفيزيتد كانتري وبيتصل بحد من صحابه او قريبه في الهم كانتري فبالتالي مين الرومر مين اللي خرج بره البلد هو يوزر اي مين اللي جوه البلد لسه يوزر بي رومر اي لازم من ناحية الريتيل يعني النحية دي بتاعة الريتيل يعني معناها ناحية اليوزر وكونسيومر يقدر السبسكرايبر يكلموا بعض الهول سيلينج دي علاقة الشركات ببعض ازاي بيحزبوا بعض مين بيدفع لمين فمين بيكلم مين لو بصينا في السايد من فوق هتلاقوا ان الريفنيو طريق الريفنيو مين بيدفع لمين هو الراجل الرومر لما بيخرج وبيعمل مكالمة او بيستقبل مكالمة وبيعمل داتا بيدفع لي شركته فالريفنيو فلو هنا هتلاقوه ان الراجل اللي سافر بيدفع رومينج سيربس طيب الهوم نتورك بتدفع لمين طبعا الهوم نتورك بتدفع لي الفيزيتد نتورك يعني مثلا لو ده في مصر وده في امريكا فمثلا الشركة اللي في مصر الابريتور اللي في مصر مثلا لو انا بضفونا او اتصالات او او اورنج او وي بدفع لي وي او بدفع لشركتي هنا شركتي دي بتدفع لي الشركة اي تي ان تي مثلا في امريكا فالفلو اللي هم نتورك بتدفع للفيزيت نتورك اللي انا كنتد عليها اللي انا واخد منها مش لقيه رومينج بتكلم معي طيب يعني مثلا امريكا هنا فيها اي تي ان تي وفيها فرايزون بيزد على الاجريمينت وبيزد على الهول سيل اجريمينت انا بكوننكت الوقت على لما وصلت في المطار والتيارة وفتحت الموبايل بكوننكت على بيزد على الاجريمينت بيزد على السيجنل استرينز ان انا ده المفضل بنسبة لي اي تي ان تي مصر طيب اي تي ان تي بقى وي اي شركة في مصر بيدفعوا المين اه اي تي ان تي بتدفع لشركة وسيطة بتكون مسئوليتها ان هي بتعمل اي بتاخد الفلو ما بينهم الاتنين اسمها انترناشنال كارير ترانزيت دي شركة مثلا فيه شركات كتير بتشتغل بس ان هي في الداتا فلو دي فمين اللي بيعمل لي فكرة الترافيك فلو هنا الترافيك فلو مين اللي بيعمله هو الانترناشنال كاريرل هي شركة وسيطة في النص فبتاخد الداتا من الهول سيلنج او من امريكا وتقدر تبعتها لمصر ومن مصر الامريكا فهي بتهندل الراوتينج تمام فعشان كده هي بتاخد فلوس من الاتن تي لان اي تي ان تي بتاخد الفلوس من مصر لان هي ده بيدفع لده وده بيدفع لده دي بتدفع الانترناشنال كاريرل وعشان اقدر روت المكالمة انا كمان بيدفع للهوم اوبريتور فهي حاجة عاملة زي المسلس او المربع كده اليوزر اللي سافر بيدفع لشركته شركته بتدفع للشركة اللي بتسيرفه الشركة اللي بتسيرفه بتبعت تدفع الانترناشنال كاريرل والانترناشنال كاريرل يدفع للشركة الاساسية تمام طيب الكلام ده بيحصل ازاي عن طريق حاجة مثلا يعني اي تي ان تي بتاخد فلوسها ازاي من اه ودافون مسلا او من اتصالات يعني واتفر مش عاوز اقول اسم الشركة عشان محدش يقول ايه انت بتدي اكزامبل الشركة واحدة يعني بياخد فلوسه ازاي بياخد فلوسه عن طريق ان هو الراجل ده اتكلم كم مكلمة اتكلم عشر مكلمات مسلا مثلا طيب في حاجة اسمها تاب فايل في حاجة اسمها ترانسفيرد اكاونت بورسيدر التاب فايل دي بتتبعت على طول من الشركة اللي هي بتغدم الراجل ده للشركة الام بتقول لها ان انت يوفرون انت تدفعيلي بيز باع الاجريمنت بيز على كام لكام يعني كل ما بتدفع مثلا كل مكالمة بكام يورو او بكام دولار او بكام مصري وهو عمل عشر مكلمات فانت بتدفعيلي نسبة كام فده بيسموه الروومنج اجريمنت الروومنج اجريمنت فيه تفاصيل اكتر ولكن هنقول ايه احنا بنتكلم هنا من ناحية التكنيكل خلاص اللي ما شافش حلقة اللي فاتت يروح يشوف الجزء التكنيكل اللي هو بقى السبسكريفشن مسلا انا ليه بروح لهم نتروك عشان اعرف الراجل ده اصلا يقدر يعمل رومنج او ولا لا معاره سيد ولا لا هو بري بيد ولا بوست بيد هو مشاغل داتا رومنج او ولا لا كل التفاصيل في الهوم نتورك ما اقدرش ان انا خزنها عندي ولكن وانس ان هو بيجي انا بخزن معلومات تيمب عندي عشان اقدر ابعت له المكالمة وبعد كده الهوم نتورك تتخزن عندها ان الراجل ده موجود في امريكا عشان لما حد يجي تصل بيه تقدر توصل له المكالمة عن طريق الانترناشنال الكارييريالي لامريكا عشان كده انت وانت مسافر لو ما معكش كريدت ان هو تدفع الرومنج بتلاقي نفسها غير متاح تمام فده كده الكل في لوب بكل بساطة ازاي بيحصل الرومنج سيرفيس ما بين الفيزيتد وما بين الهوم اللي ما شافش حلقة اللي فاتت ريكماندد ان هو يرجع تاني عشان يعرف التكنيكال فيو على الف جي اس ام والباقي بيبقى اجزاتلي زي شكرا لكو بس هقول حاجة بسيطة هنا ان بيبقى الاجريمنت زي ان انت بتبقى الدولة مسلا الاساسية اللي هي مسلا مصر بتكلم دولة اللي هي الفيزيتد اللي هي في حالتنا هنا امريكا مسلا تقول لها اوبريتور 1 اوبريتور 2 اوبريتور 3 لو انا عندي اجريمنت سعر انا هعمل اجريمنت معاكي عال 2G وال3G وال4G وال5G لو امكان لو في 5G ده لسه مش في كل الدول ما بينها اجريمنت 5G رومينج آآ اه طيب رومينج وتفر بقى كل الحاجات فيديو على 3G فيديو على 4G كل التفاصيل دي وتقول اه لو ده ساببورتد ده ساببورتد ده نات ساببورتد ده نات ساببورتد ده ساببورتد وهكذا يعني فبيبقى فيه كده زي تيبل تقدر انت حتى تدخو على الويب سايت بتاع اي شركة في حتة الرومينج دي وتشوف التيبل المكتوب التفاصيل الدول اللي بيساببورت الدول والاسعار آآ ريسيفنج اه طبعا كل الخدمات بتبقى ايه انت تعمل مكالمة voice originating voice receiving تريسيف مكالمة او تترانسميت مكالمة وتعمل مكالمة الداتا الميجابايت بكام آآ لو انت بوستبيد او بريبيد بتختلف طبعا الاسم اس آآ sending او ريسيفنج كام لان الاسم اس ريسيفنج دي فري دي الحاجة الوحيدة الفري في الرومينج يعني ده كده ملخص عشان الناس اللي طلبت مني آآ ردت على كزا حد بس لسه بتجيلي اسئلة على الفيديو ده فده كده ملخص بسيط يشرح لنا بس الدنيا ماشي ازاي اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكو ولو عجبكو طبعا الفيديو ما تنسووش تعملوا منشة لصحابكو ودي كل الكنتكت بتاعتي سواء linkedin او يوتيوب تويتر او فيسبوك او الويب سايت الاساسي شكرا لكم واشوفكم في فيديو جاي السلام عليكم